السلام عليكم ورحمة الله اليوم نزلت مرشحات رياضيات للصف الثالث متوسط تكملت الجزء الأول نزلت الفيديو اللي قبله هم مرشحات واليوم إن شاء الله رح نكمل الفصل الأول يعني محاضرتين هذا فقط فصل أول اكتب الحدود الخمسة الأولى لكل متتابعة من المتتابعات الحسابية متتابعة حسابية الحد الأول فيها ثلاثة وأساسها ستة يعني بس يقول يقول يكتب الحدود الخمسة الأولى ومطين متتابعة حسابية حدها الأول الثلاثة وأساسها ستة رح رح أفتح قوس شكتب أول مرة الحد الأول اللي هي ثلاثة يعني إنزل الحد الأول الثلاثة بعدين رح حجمة يعني هو مو ثلاثة ثلاثة رح أجمع من الأساس أقول ثلاثة وستة جغال تسعة وبعدين مو أشي اسمه هم من الثلاثة لا جمعت ثلاثة وستة تسعة تسعة وستة خمستاش اخمستاش او ستة واحد وعشرين واحد وعشرين وستة سبعة وعشرين وست القوس بس الحل مالتها هذا إذا جانيت سؤال يوم يقول لي متتابعة حسابية حدها الأول ثلاثة وأساسة ستة ومطيني منطق السؤال يقول اكتب الحدود الخمسة الأولى أنزل الحد الأول اللي هو شنوها ثلاثة نزلتها مالي شغلة بس الحد الأول مو الأساس رح أجمع ثلاثة ويا الأساس تسعة تسعة ويا الأساس 15 ويا الأساس 21 ويا الأساس 27 وخلص الحل متتابعة حسابية الحدها الأول فيها واحد وأساسة سالب اثنين نفس الشي هم؟ رح أفتح قوس الحد الأول واحد أنزله قلت لكم الأول أن نزله هنا ما دام بها إشارة فشوية تختلف عن هذه يعني مو رسلت جمعنا وطلعنا الناتج أقول واحد ناقص اثنين شوفوا يوم هاي الأساس الواحد الواحد نزلت واحد ناقص اثنين إشارة الكبير وأطرح سالب واحد إذا نكتب هنا سالب واحد 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 ناقص اثنين يطلعنا ايه سالب واحد أزين هنا المتتابعة حسابية لحده الأول مو سالب اثنين سالب ثلاثة بالمثال أتذكر سالب ثلاثة ها في واحد ناقص سالب ثلاثة شرط الكبير وطرح اللي هي ثلاثة ثلاثة ناقص واحد يطلعنا سالب اثنين إذن هو يجعل سالب اثنين أزين هسا أقول سالب اثنين ويناقص ثلاثة وي الأساس إشارات من الشابة نزل إشارة ونجمع سالب خمسة هذا المثال مهم جدا صفحة خمسة عشر بالكتاب صفحة خمسة عشر كتبه صفحة خمسة عشر يعني هسا نقول سالب خمسة ناقص ثلاثة إشارات من الشابة نزل إشارة ونجمع سالب ثمانية يريد خمسة واحد ثلاثة باعوها واحد ثلاثة أربعة خمسة هاي واحد ثلاثة أربعة وبعد واحد رح ناخذ سالب ثمانية ويه سالب ثلاثة اشارات مش شابه نزل اشارة ونجمع ثمانية تسعة عشرة دعش سالب الدعش وسد القوس خلص هذا زين هنا عندنا يقول لي اكتب الحدود الخمسة الاولى يقول متتابعة حسابية حدها السابع ستة وثلاثين واساسها اربعة شلون احلة هنا قانون هذا يختلف عن الهسل قلنا لحد الاول واحد واساس سالب ثلاثة هذا عدي قانون شا اسم القانون يقول لي اذكر القانون يقول لي يو ان يساوي ان زائد ناقص واحد في دي هذا قانون المتتابعة الحسابية يعني اشكد حدها السابع يعني شنو يعني يو سبعة شفو السابع يو سبعة يساوي اي انزلة يعني اي مجهول يعني باعتبار الحد الاول المجهول ها عيني زائد الان ناقص واحد يعني سبعة ناقص واحد في دي الاساس دي يعني شنو دي الاربعة يساوي اونا انا ما كنا يساوي يو سبعة يساوي اي نزلتها زائد سبعة ناقص واحد ستة ستة في اربعة يو سبعة يساوي اي زائد ستة في اربعة اربعة وعشرين اربعة وعشرين ها اللي هنا يو سبعة شقيد اللي حدها السابع ستة وثلاثين يلا ما يخالف اصوي خطوة واحدة اي زائد اربعة وعشرين رح اتكمل هنا اقول اي يساوي اي اقول ستة وثلاثين ناقص اربعة وعشرين لما اريد احول الاربعة وعشرين يصير سالب ستة وثلاثين ناقص اربعة وعشرين ستة ناقص اربعة اثنين ثلاثة ناقص واحد اثنين بها اثنى عشر طلعت اي يساوي اثنى عشر وهذا المطلوب يقول اكتبوا الحدود الخمسة الاولى لكل متتابعة هاي اثنين اين ناقص واحد اذا جانه يجي سار يقول لي اثنين ناقص واحد زين هسا شنقول يو واحد الخمسة الاولى تبهوا يساوي انا مكان كل اين اكتب واحد مكان كل اين اكتب واحد ناقص واحد اثنين في واحد اثنين اثنين ناقص واحد يطلع النجقة واحد زين هسا يو اثنين يساوي يعني مكان كل اين اخلي اثنين اثنين ناقص واحد اثنين في اثنين اربعة اربعة ناقص واحد يطلع لنا ثلاثة زين يو ثري يساوي اثنين في ثلاثة ناقص واحد اثنين في ثلاثة ستة ستة ناقص واحد يطلع لنا خمسة يو اربعة يساوي اثنين في اربعة ناقص واحد اثنين في اربعة ثمانية ثمانية ناقص واحد يطلع لنا سبعة بقى خمسة يو خمسة يساوي اثنين في خمسة ناقص واحد اثنين فيه خمسة عشر عشر ناقص واحد يطلع لنا تسعة إذن الحدود الخمسة الأولى اللي طلعناها واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة زي بعدش عندي لقت بس هذه الورقة يا الله حل المتباينة حل المتباينة التي تضمن وسالب ثلاثة أصغر أو أكبر من ثلاثة أكس زائر اثنين جبريا ومثل الحل على مستقيم الأعداد زي احنا عندي شون أعرفها ما دام عدي يعني أكبر يمثل هاي أكبر أو يساوي فإذن شسوي المفتوحة هذا المتتابعة يعني هاي المركبة عندنا يصير مفتوحة مغلقة مغلقة إذا أكبر أو يساوي وإذا بدون يساوي مفتوحة زي اشي يساوي هنا أقول سالب ثلاثة سالب ثلاثة أكتبها للمعادلة نزلها خاطر ما خربت الآن ناخذ النظير الجمعي للطرفين للطرفين اللي هي الاثنين يعني ناخذ النظير الجمعي للطرفين موجب اثنين يصير سالب اثنين أقول ناقص ثلاثة ناقص اثنين أصغر أو أكبر من الثلاثة زائد اثنين ناقص اثنين يعني هذي وهذا يروحا إشارات من الشاب نزل إشارة ونجمع ونزل ثلاثة أكس نقسم عن يمن على معامل أكس اللي هي الثلاثة هاي وهاي روحا نقول يعني نقول أكس ويساوي نقول سالب خمسة على ثلاثة يعني نقول أكس يساوينا سالب خمسة على ثلاثة زين نقول سالب خمسة على ثلاثة طبعا هاي التي تتضمن و هنا لازم أصغر من تسعة أي أصغر من تسعة هنا أصغر من تسعة هذا المثال صفحة ثمنتعش يعني هنا أصغر من تسعة وقول تسعة ناقص اثنين ناخذ للطرفات نقول تسعة ناقص اثنين تسعة ناقص اثنين بها سبعة وهم نقسم على ثلاثة يطلع إجس سالب خمسة على ثلاثة وسبعة على ثلاثة نمثل على مستقيم الأعداد هنا صفر هنا نقول سالب خمسة على ثلاثة سالب خمسة على ثلاثة باعتبار هنا سالب واحد وهنا سالب اثنين بين السالب واحد وبين سالب اثنين سالب خمسة على ثلاثة هنا الصفر وهنا الواحد نقول وهنا الاثنين سبعة على ثلاثة يعني بين الاثنين وبين الثلاثة هنا نصير سبعة على ثلاثة سبعة على ثلاثة هذا شبيهة هاي مفتوحة وهذه راح تصير مغلقة لأن عدي هذا مال أكبر أو يساوي وهنا مفتوحة لأن ما وياها بس أكبر أو أصغر زين اللوخ حل المتباينة المركبة ومثلها على مستقيم الأعدال عندنا أكس زائد ستة أكبر أو أصغر من اثنعش أكس زائد ستة أصغر من عشرين أقول أكس أصغر الاثنعش يعني لا 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 أسوي هيكي ناخذ النظيرة الجمعي زائد ستة ناقص ستة للستة معيني أصغر من اثنعش ناقص ستة وبعدين أكس زائد ستة ناقص ستة أكبر من عشرين ناقص ستة يعني أخذت النظيرة الجمعي لأنه عنده طرفات كلهم زين هاي وهاي راحة وهاي وهاي راحة إذن شاقول أكس أصغر اثنعش ناقص ستة بها ستة معيني وأكس أصغر عشرين ناقص ستة ازجاد عشرين ناقص ستة بها أربعة عشر معيني زائد مال أكس حيثه أكس مجموعة الحلول أكس حيثه أكس سالب خمسة على ثلاثة وأكبر أو أصغر من سبعة على ثلاثة أكس وست القوس عيني هاي هم نفس الشي حليتها شاقول أقول الأس الوان يساوي أنه أس وان تقاطع أستو أو أكس حيثه أكس أكبر أو أصغر من ستة معيني والنوب تقاطع أقول أكس حيثه أكس أصغر من أربعة عشر وست القوس يقول لي مثلها على مستقيم الأعداد وأنا مثلها يلا هنا هنا الصفر المطيني اشقد هنا الأربعة عشر طلع عنا خلنا نقول يعني نفرض هنا أربعة عشر لأنه لازم واحد ثلين أربعة عشر وهنا هي بس هاي بس أربعة عشر طلع عنا إذن هنا الفجوة سراحة سيصير مفتوحة لأنه ما عندي يساوي ما للوثنا عشر معايني وهاي الستة يقول هنا واحد اتنين 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 اربعة اخمسة ستة هنا سيصير مغلقة لأن ستة وخلصنا وبالتوفيق